الى فلسطين حيث واجه المنتخب الفلسطيني نظير السعودي في مباراة تاريخية على الاراضي الفلسطينية وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي للحديث اكثر عن هذا اللقاء بنضملنا من استوديوهات رؤية في فلسطين المحلل الرياضي خليل جراد الله مساء الخير استاذ خليل اهلا وسهلا فيك مساء الخير لك سميحة وجمعة مباركة ان شاء الله عليك وعلى كل دائما عفونا لهم السادة المشاهدين سيد خليل بعيدا عن المباراة في البداية كيف كانت تحضيرات اتحاد الكرة الفلسطيني لإقامة مثل هذا اللقاء يعني بطبع الحال مثل ما بيعرفوا يمكن اكثر السادة المتابعين زيارة المملكة العربية السعودية لأرض فلسطين ممثلة بمنتخبها الوطني كانت زيارة استثنائية زيارة اتت للمرة الاولى في تاريخ المملكة العربية السعودية وايضا منتخبها كمان اللي هو الوطني فالتحضيرات والاستعدادات التي سبقت الزيارة ثم انقول الترتيبات اللي اتت خلال الزيارة كانت كلها استثنائية وكلها كمان يعني تحدث ربما للمرة الاولى من ناحية طبعا الاستقبال الرسمي وايضا الرياضي والمجتمعي اللي باتت المنتخب السعودي الحاضر لأرض فلسطين فاحنا لاحظنا صراحة خلال الايام التي سبقت هذه المباراة والتي ايضا كانت خلال هذه المباراة نقول قبلها بيوم واحد أو خلال اللقاء انه منتخب السعودية جاء على أرض فلسطين وكانه بيخوض بطولة كبيرة وليس مباراة كبيرة وكانه يعني بيحضر لفلسطين لأول مرة ايضا كمباراة دولية اولى على أرض فلسطين ليس فقط كسعودية نفسها فلقاء كان مشابه عن ما سميح لقاء المنتخب الوطني مع المنتخب الأردني عام 2008 رجعنا بالذاكرة شوي لعشر سنوات الخلف لأن ذلك كان أول لقاء رسمي وهذا كان أول لقاء رسمي لمنتخب كبير كالمنتخب السعودي يحضر إلى أرض فلسطين بالأبعاد التي كلنا نعرفها السياسية والوطنية وبرضو الرياضية التي تبعت هذه الزيارة نعم سيد خليل لقاء تاريخي كان بين المنتخبين لكن من الناحية الفنية كانت فلسطين في بعض المباريات أفضل من السعودية ليش المنتخب الفلسطيني لم يستغل هذه الفرص ويحقق الفوز يعني في بعض الفترات يمكن أنا شايف أنه مش بعضها أكثر كمان سميحة كنا أفضل صراحة من المنتخب السعودي قدمنا أداء كبير يمكن في كرة القدم صعبة لومي المهاجم أو اللاعبين لما يلعبوا صاح وبالنهاية ما يتوفقوا في التسجيل أنه فعليا هم كونوا نقول الفكرة الصحة عن عملية تسجيل الأهداف اخترقوا الدفاعات السعودية عن طريق نقول وزي ما بنشوف بالصورة يمكن هلأ وبعد شوية بنشوف فرص المنتخب الوطن أنه كانت متنوعة في هذه المباراة مرة المنتخب الوطن اخترق عن طريق العمق ومرة عن طريق الأطراف ومرة كمان كان عمال بيحاول بالكرات الطولية اللي تم إلقاها خلف دفاع السعودي لكن للأسف ما كناش موفقين صراحة في التسجيل فقط بقود الأحوال قدمنا اللقاء اللازم كان في حالة رضا كبيرة عن أداء المنتخب الوطني لكن برضو فرص صالح شحادة ثم فرصة خالد سالم ممكن نلوم فيها اللاعبين شوي ونقول أنه كان في بعض الرعونة في حسم النتيجة ولكن بالعموم أنا شايف أنه منتخبنا قدم اللازم قدم الشيء المقبول بنلعب اليوم عن منتخب سعودي كبير عنده خبرات كبيرة شارك برضو في بطلات كبيرة والمنتخب الوطني كما نسمح نحن لازم نعرف أنه عانى من قيابين مهمين في هذا اللقاء يمكن محمود ودي ومر عنكم هذا الاسم كان موجود مع النادي الأهل الأردني ثم منطقة للمصر البورسعيدي كان غايب عن هذه المبارات للإصابة وكان فيه قياب برضو لهداف المنتخب الوطني الحالي واللعب الأفضل حالي في المنتخب الوطني عدي الدباق المحترف في السالمية لكويت فاتنين من المهاجمين المهمين غابوا عن هذه المبارات وكان مطلوب من صالح شحادة بلعب مبارات الدورية الثالثة فقط مع المنتخب الوطني يسجل الأهداف بالتالي شفنا شوي مستعجل في حسم الفرص وبرضو كان حماسه الزادا حده شوي بأثر عليه في اتخاذ اللي هي القرارات نعم ما هو أمل المنتخب الفلسطيني في هاي المجموعة؟ والله الأمل الكبير يعني إحنا الفلسطينيين سميحة بتعرفه وإحنا جيران بنعرف بعض الفلسطين بيأس شوال فلسطين عنده أمل كبير ودامة بنقول هون بفلسطين أنه عمر الأمل ما هاجر أكلوبنا رغم الألم والتعاسم كل والصعوبات بنظل مبتسمين بنظل كمان حالمين بمستقبل أفضل هذا الحال مش بس عند اللي هم الرياضيين وإنما كل فلسطيني فالرياضيين أخذوا جرعة كبيرة اليوم من الجمهور الفلسطيني اللي سندهم في مبارات السعودية وقالوا أنه رح نقاتل حتى المبارات الأخيرة ما بعرف يمكن على مستوى النقاط اليوم احنا كسرنا مبارات سنغافورة اللي هي الجولة الثانية وأثرت كثيرا باعتقادة على آمالنا كممكن تعادلنا مع السعودية يكون مقبول أكثر لو فوزنا على سنغافورة وكان شيء طبيعا فوزنا على المنتخب السنغافوري ولكن للأسف فوزنا في اللقاء الأول أعلى أس باكستان وبعدها خسرنا مع سنغافورة والآن تعادل بالأرقام لازلنا يعني بعيدين أن نصدر بفارق نقطتين فقط بالآمال ومثل ما قلت لك أنا ما بعرف يمكن هذا الشعور كمان اليوم موجود عند كل الفلسطينيين ولمستوا أنه الكل متأمل الكل بيقول لا زال لدينا أمل لا زال لدينا أمل بناء على النقاط الموجودة وبناء برضو على الشيء العمل بيقدم المنتخب الوطنيين منتخبنا الوطني لأول مرة قريبا سميحة من فترة كبيرة أو يمكن من لما شفنا منتخب فلسطين بيلعب مباراة بيتي على ملعبه بيلعب بهذه الطريقة يمكن كنا نفكر بالتعادل مع منتخبات كبيرة مثل الإمارات مثلا تعادلنا في يوم الأيام تعادلنا مع السعودية وكنا راضين في عمال لكن هلأ صلنا متعادل مع منتخب مثل المنتخب السعودي ومش راضين صلنا بنفوز على أزباكستان مع المدرب اللي هو السابق اللي هيكتر كوبر باثنين لا شيء وكنا قادرين على زيادة الغلة فبهذا المنتخب وبآداء الفرق الموجودة معنا صراحة بالمجموعة سعودية مش تمام أمورها أزباكستان كمان غير المدرب بصح عدل نتائجهم لكن فازوا عليهم من سنغافورة ما لابوش مع منتخبنا الوطني لسه في مباراة الإياب وما أخذوا مباراتهم مع المنتخب السعودي فمتوقع أنه هاي المجموعة القوية تخذ المنتخبات شويها يعني ظلت تتعثر بالنقاط وتضرب بعضها ومنتخبنا الوطني إن شاء الله يا رب هيك والسامة يقول آمين يكون حصان هذه المجموعة الأسود وعلى قال لموصلناش للترتيب الأول ممكن أنه في الصراحة أنا باعتقاضي على أفضل الثواني في المجموعات كلها نعم نتمنى كل التوفيق للمنتخب الفلسطيني المحلل الرياضي خليل جاد الله شكرا لك كنت معنا من استوديوهات رؤيا في فلسطين